بعد عاصفة كورونا عادت الحياة تدريجيا إلى إيطاليا أصوات حركة السيارات والحافلات والدرجات النارية أيضا تعود من جديد بلا انقطاع بما يشير إلى زيادة حركة انتقال الناس إلى أشغالهم في الصباح لكن حركة السيارات لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المعتاد قبل انتشار فيروس كورونا في فبراير الماضي كيف يبدو المشهد اليوم في إيطاليا الزميلة بازاري ينقل لنا الأجواء من مدينة برغامو سينيور بازاري الحياة يبدو أن الناس عايشين صحيح لا يوجد زحمة وراك ولكن هناك أشخاص يتحركون ربما حافلات النقل العام الأمور طبيعية جدا أو حظر جزئي أصبح اليوم نعم نقدر نقول الحياة تعود إلى بيرغامو وهذه المرة الأولى منذ 38 يوم لم تسجل بيرغامو وفايات بسبب انتشار فيروس كورونا هذا الشيء الإيجابي ونشاهد مباشرة وخاص لصباح العربية الحركة في هذه المدينة السيارات العمال ولكن من الجهة الأخرى من الصورة نشاهد في العمق قوات الشرطة وهي تحرس وترتدي الكمامات في هذه المدينة فالكثير من الحركة تعود ولكن ياريت الحافلة تزيح من قدام الكاميرا مشان نقدر نشوف الشرطة وراهم بعد شبوعين ولكن نشاهد الدراجات ونشاهد فاتحة الإشارة شايفين الدراجات النارية الإيطالية الشهيرة طبعا الموجودة الفيسبا الموجودة هذا بذكرنا رأسا بإيطاليا ولأول مرة كان في تورنا رمضان يا جماعة بيتزا إيطالية مبارح لأنه فتحوا أماكن البيتزا كان عندنا مشكلة أنا وزكريا المصور أو الموصلنا كيف بدنا ناكل بيتزا بهالبلد بهيك وضع بس وأخيرا مش الحال ومبارح كان فيه رجعة الحياة ولكن 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 الخوف من العودة بتذكر تماما لما كنا في مدريد ورجعت الحياة إلى العاصمة الإسبانية وعادت وازدادت الإصابات والوفيات في هذه المدينة لأنه الناس مش سهل يا جماعة يتعودوا على الابتعاد أنه يكون الواحد يحتفظ بالمسافة بين الشخص والآخر فالكثير من المدن الأوروبية تختلف المسافة بتذكر بسويسا كانت ثلاث أمتار في إسبانيا كانت مترين وهنا متر ونصف المتر طيب هناك التزام هناك الحذر من الاقتراب ولكن الأشخاص يعني ليت ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في شوارع بيرغامو ومقدرين لهذه الأزمة نعم وأكيد ملتزمين ولكن يعني صعب الإنسان تعاوديه على أشياء بعده مش متعود عليها والله تأقلمنا يا لي 53 يوم وصعب صعب كتير لأنه في كتير خصوصا نحكي على الأطفال والمدارس افتتاح المدارس يعني بصير بأثر كتير لأن الطفل ما بتقدر أصلا تسيطر على الطفل وتخليه يكون يحتفظ على مسافة بينه وبين الطفل الآخر على كل حال إذا بنشوف برضو حددوا المدارس لي أما العودة يعني العودة إلى المدارس المدارس بيست إلكترونية إلى الآن أو التعليم التعلم عن بعد لا لا بعد بعد يعني المدارس رح تفتح الأسبوع القادم رح يكون فيه طلاب في المدارس خصوصا الابتدائية منها ولكن من الشروط أو من الأسئلة التي سألوا الأهل إنه إذا حابين تبعات أولادكم على المدرسة أوكي إذا مش حابين ما عنا مشكلة أبدا لأنه في كتير أهل متخوفين من نقل الوباء بيش من الطفل للطفل ولكن من أهل الطفل عن طريق الطفل إلى أهل طفل آخر فهذا الذي يحدث في هذه المنطقة على كل حال هون شمال إيطاليا طبعا ننذكر أن بيرغامو هي كانت المنطقة أو المنطقة الأكثر وباء في إيطاليا طبعا في منطقة لمباردية ولكن اليوم سيكون عنا لقاء مع رئيس بلدية بيرغامو جورجو غوري والذي سيتحدث ما هي الخطوات التي ستعملها أو ستقوم بها إيطاليا أو هون المنطقة بيرغامو تحديدا لإحتواء الوباء ويخلوا الناس يتعودوا على أشياء جديدة مثل ما بنشوف ما بنشوف حدا اللي لابس كمامة هون لأنه صار إجباري هو قانون في سنة طبعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي عندما قال سي سينيور أنت متخصص إيطالي لا أنا والله أنا أعطيك إشارات حتى لأنه للأسف وقتنا انتهى ولكن بكلمتين الليث هل ربما هذه المنطقة تعافت كل المحلات فتحت أم إلى الآن ما زال هناك شيء مغلق بكلمتين نعم بعد في كثير أشياء مغلقة خصوصا المتاجر متاجر الألبسة في كثير أشياء مغلقة في هذه المدينة ولكن ستعود شيئا فشيئا وهذا يعتمد على نظام أو على ما سيحدث بعد هذا الفتح الخجول أو الفتح النسبي في هذه المدينة في مدينة بيرغامو شمال إيطاليا وبقولكم بونجور ناتا يعني نهاركم سعيد يعطيك العافية ليت وشكرا جزيلا على وجودك معنا في صباح العربية يلا باتر نشوفك مكان ثاني